بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي محبي الخط العربي أصعد الله ورقاتكم بخير نبدأ مع بعض في دورة خطية بخط النسخ بالقلم الرصاص هنزل لمستوى القلم العادي والقلم الرصاص علشان ده استعمالنا اليومي ونشوف من خلاله ازاي نقدر نطلع خط جميل كونوا معنا ولا تنسونا بدعم القناة ونشارك ونجيب أولادنا ونشغالهم نقعدهم على الفيديوهات علشان يستفيدوا بسم الله الرحمن الرحيم معا في سلسلة تعلم خط النسخ بالقلم الرصاص نشوف معنا النهاردة حرف الهاء حرف الهاء في خط النسخ نشوف الهاء المبتدئة نتيجي في أول كلمة وأيا كان الحرف اللي جاي بعدها نشوف الهاء الوسطية ودي بالشكل ده أي أن كان الحرف اللي جاي بعدها جاي بعدها مثلا دال أو ألف أو أيا كان الحرف شوف الهاء الوسطية اللي هي عين الهرة بيجي بعدها حرف الباء وحرف يجي قبلها حرف الباء أو حرف اللام أو حرف الكاف يعني أنا جاي من فوق كده وبجيب الهاء دي كده ماشي معايا كمان حرف الهاء الوسطية ده بنقول الفيونكا أو وإذن الحصان ماشي أيو ودي أوضاع الهاء يفضل عندنا الهاء المنتهية الهاء المنتهية لها عدة صور ممكن أجيب الهاء ده ماشي وممكن أجيب الهاء ده وممكن أجيب الهاء ماشي ماشي ودي استخدامها مش كتير ماشي ماشي نريدها ثاني سواء هاء أو تاء مربوط تمام طيب نشوف الكلام ده مع الكلمات ناخد مثلا هذا أو هذه فيها اتنين هاء عشان نوضح برضو الهاء المنتهية أو اللي بتيجي الوحدها ده هي الوحدها ماشي هذه ماشي طيب عايزين حاجة فيها هاء وسطية سوها مثلا ماشي عايزين حاجة فيها هاء منتهية لفظ الجلالة الله شوف رسم الله جل جلاله ما أجملها كأنها في مسلس كده كأني رسمها في كأني رسمها في مسلس كده أعزائي الكرام بتكون وضحنا حرف الهاء في أو الكلمة في وسط الكلمة في آخر الكلمة ونبدأ نستخدم حروفنا ننتقل من الحروف إلى الكلمات إلى الجمل والعبارات ونبدأ في خطوطنا يوم بعد يوم خطوطنا تتحسن وتبقى أجمل لا تنسونا بدعم القناة وإلى لقاء آخر إن شاء الله